بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الإمام النظم رحمه الله كتاب الإجماع قال رحمه الله وهو الاتفاق من مجتهدي لمة من بعد وفاة أحمدي وأطلقا في العصر والمتفق عليه فالإلغى لمن عم من تقي عليه فالإلغى لمن عم من تقي وقيل لا وقيل في الجلي مثل الزنا والحجل الخفي وقيل لا في كل ما التكليف بعلمه قد عمم اللطيف وذال الاحتجاج أو أن يطلقا عليه الإجماع وكل ينتقى وكل من لبدعة يكفرون من أهل لهواء فلا يعتبرون وكل واجب وقيل لا يضر لفنان دون من عليه ما كثروا واعتبرا مع الصحابي من تبع إن كان موجودا وإلا فامتنع ثم انقراض العصر والتواتر لغون على ما ينتحيه الأكثر فهو حجة ولكن محضلوا فيما به كالعلم دور يحصل وما إلى الكوفة منه ينتمي والخلفاء الراشدين فعلمين نشرع اليوم بإذن الله في كتاب جديد من كتب أصول الفقه حيث إننا تناولنا فيما مضى ما يتعلق بالأحكام الشرعية ثم ذكرنا دليل الكتاب وبعضا من المسائل المتعلقة به وأتبعنا ذلك بذكر مباحث الألفاظ حيث إن القرآن الكريم نزل بلغة العرب فكان فهمه متوقفا على فهم مجلولات الألفاظ العربية ثم بعد ذلك أتينا إلى كتاب السنة التي أخذنا جملة من مثائلها وهو المؤلف رحمه الله يأتي معنا اليوم في ذكر كتاب جديد وهو كتاب الإجماع والإجماع من الأدلة الشرعية المتفق عليها بعد أن ذكرنا دليل الكتاب والسنة ها هو يعرفنا بدليل الإجماع وعقد له كتابا مستقلا كما سوف يعقد للقيات كتابا مستقلا بعد هذا بإذن الله والإجماع بالمعنى الذي سوف نذكره من المباحث التي يختص بها علم أصول الفقه إذا تأملنا فيما مضى من مباحث الكتاب والسنة فإنا نجد أن هذه المباحث المذكورة فيهما ليست خاصة بعلم الأصول وإنما يشترك فيها علماء القرآن مع علماء الأصول كما يشترك علماء السنة مع علماء الأصول في مباحث السنة أما مسائل الإجماع فهذه يذكرها الأصوليون وحدهم إذا اعتبرنا المعنى الاستلاحية للإجماع فإننا لا نقول إنها مشتركة بين علم الأصول وبين علم السنة أو علم القرآن مثلا ولا مشتركة بين علم الأصول وعلم اللغة وإن كانت اللغة لا بد منها في جميع المثائل والمباحث لكن ذلك لا يكون كما كان الحال عند ذكر مباحث الألفاظ فإننا في مباحث الألفاظ كنا نأخذ الأوامر والنواهي والعمومات والخصوصات والمطلقات والمقيدات وما أشبه وهذه مباحث لغبية من حيث الأساس إلا أن الأصوليين رحمهم الله ذهبوا إلى أئمة اللغة وأخذوا منهم هذه المباحث وأدرجوها في علم الأصول ووظفوها توظيفا شرعيا حيث إن الفقيه يحتاج إلى أن يعرف هذه الأثاليب ليتمكن من التعامل مع النصوص الشرعية وليسهل له استنباط الأحكام الشرعية منها إذن دليل الإجماع مما يختص به علم الأصول ولا يشاركه فيه لا علم القرآن ولا علم الصنة ولا علم اللغة فالإجماع كما ذكر هنا رحمه الله من حيث الاصطلاح هو الاتفاق من مجتهد الأمة من بعد وفاة أحمد في أي عصر كان على أي أمر كان وقبل ذلك نحتاج إلى أن نعرف ما هو الإجماع من حيث اللغة الإجماع من حيث اللغة مأخوذ من الجمع وهو يدل على تضام شيء أي انضمام بعضه إلى بعض فهذا هو الجمع ويطلق على العزم والتصميم فإذا عزم المر على شيء وصمم عليه فإنه يسمى مجمعا على ذلك الشيء ومن ذلك ما ورد في السنن من حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع السيام قبل الفجر فلا سيام له من لم يجمع أي من لم ينوي من لم يعزم على السيام حتى بان الفجر فإنه لا يصح صومه ويطلق الإجماع أيضا من حيث اللغة على الاتفاق وهذا ألسق بالمعنى الشرعي الذي سنفسر به الإجماع في هذا الكتاب فيقال أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه أما من حيث الاتلاح فعرفه المؤلف رحمه الله بهذا التعريف الذي ذكرناه آنفا فقال رحمه الله وهو الاتفاق الاتفاق من مجتهد الأمة من بعد وفاة أحمد وأطلقا في العصر والمتفق عليه معنى هذا أن الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويقصد للأمة هنا أمة الإجابة اتفاق المجتهدين من هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أي عصر كان وأطلقا في العصر أي العصر هنا مطلق ليس مقيدا بعصر الصحابة أو بعصر الصحابة ومن بعدهم بل الإجماع متى وجد ومتى تحقق الاتفاق فإنه يسمى إجماعا شرعيا وأطلقا في العصر كذلك أطلق في المتفق عليه أي سواء كان المتفق عليه أمر سواء كان المتفق عليه أمرا من أمور الدين أو لم يكن كذلك فإنه يسمى إجماعا على حسب تعريف المؤلف هنا رحمه الله ويمكننا أن نقول إن الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر ديني فنخالف تعريف المؤلف رحمه الله في إطلاقه للمتفق عليه فنقيد هذا المتفق عليه كما قيده الإمام الغذالي رحمه الله وغيره بالأمور الدينية لأن هذه الأمور الشرعية هي التي نبحث فيها هي التي نهتم بها في علم الأصول فإننا لا نبحث عن الاتفاقات في العلوم الدنيوية ولا في العلوم العقلية ولا في العلوم اللغبية وإنما يهمنا اتفاق الأمة على العلوم أو عن الأمور الشرعية الدينية إذن اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر ديني اتفاق هذا يخرج الاختلاف فإذا وجد اختلاف فإنه لا يتحقق الإجماع الشرعي المجتهدين للاتغراق أي جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا مستثناه البعض من مقالفة الواحد والاثنين كما سوف يأتينا قريبا إن شاء الله المجتهدين فخرج غير المجتهدين فالمقلدون والعوام لا يعتبرون في الإجماع وإن كان هناك خلاف سوف يشيره إليه النظم رحمه الله في الأبيات التالية المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يعتدوا باتفاقات الأمم السابقة فاتفاقاتهم وإن كانوا يعتبرونها إلا أنها ليست داخلة في الإجماع الشرعي الذي نحن بصدده فالمقصود هنا هو الاتفاق الحاصل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد علمنا أن هذه الأمة تنقسم إلى قسمين أمة الدعوة وأمة الإجابة تنقسم إلى أمة الدعوة وأمة الإجابة ونحن نقصد هنا أمة الإجابة أي الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاروا من المسلمين وليس الذين لم يؤمنوا به وسلكوا أديانا أخرى غير الدين الشرعي الذي بعث الله به نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم إذن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إذ لا يتحقق إجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو أن الأمة جميعا اتفقوا على شيء وخالفهم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فلاعتبار باتفاقهم وكذلك العبرة في زمنه وحياته صلى الله عليه وسلم بقوله هو وبما ينزل عليه فإن ما يتفق عليه غيره في زمنه لا يعتد به فإذا وافقهم على اتفاقهم فإن العبرة بموافقته هو والدليل يكون بما قاله أو فعله أو أقره إذن الدليل في حياته يكون صادرا منه أما بعد وفاته فيتصور أن يتفق المسلمون على حكم شرعي فيسمى ذلك إجماعا قال رحمه الله وهو الاتفاق من مجتهد لمة من بعد وفاة أحمد أي محمد صلى الله عليه وسلم وأطلقا في العصر أي تواء كان ذلك الاتفاق في عصر الصحابة أو في عصور من بعدهم فإن ذلك كله يكون إجماعا شرعيا إذن وأطلقا في العصر فقل العصر هنا مطلق غير مقيد بعصر الصحابة ولا بعصر التابعين ولا بعصر آخر من العصور بل كل عصر يتحقق فيه مثل هذا الاتفاق فإن الاتفاق يسمى إجماعا شرعيا وأطلقا في العصر وأطلقا أيضا في المنتفق عليه وقد ذكرنا أن الذي يكون ألصق بعلم الأصول وبعلم الفقه هو أن نقيد المتفق عليه بكونه من الأمور الشرعية أما المتفق عليه في غير الشرع فهذا لا يهمنا ولا يعنينا في هذه المفائل وأطلقا في العصر والمتفق عليه إذن فالإلغاء لمن عمن تقي إذا رجعنا إلى قوله المجتهدين هو الاتفاق من مجتهد الأمة إذا كانت العبرة بالمجتهدين فحينئذ الإلغاء للعوام أنتقي أي اختير اختير إلغاء العوام فالعوام لا يعتبرون ولا يعتد بهم في الإجماع فالإجماع يقصد به اتفاق المجتهدين العلماء الذين بلغوا رتبة الاجتهاد إذا اتفقوا على حكم شرعي فإن هذا هو الذي يسمى إجماعا أما إذا خالفهم غيرهم من العوام والذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد في تلك المسائل التي نوقشت ودورست فإن هذا الخلاف لا يعول عليه ولا يعتد به إذن المجتهدون هم المعتبرون في الإجماع فالإلغاء لمن عم تقي أي اختير إلغاء اتفاق أو مخالفة العوام لمن عم أي العوام إذن العامي والمقلد إلغاؤه وعدم اعتباره هو المختار في الإجماع فلا يعول على وفاقه أو خلافه ولكن هناك خلاف في هذه الجزئية وإليه أشار رحمه الله بقوله وقيل لا وقيل في الجلي مثل الزنا والحج للخفي وقيل لا في كل ما التكليف بعلمه قد عمم اللطيف إذن هذه ثلاثة أقوال أخر ذكرها الناظم رحمه الله في هذين البيتين فقال وقيل لا أي هناك قول يقول باعتبار العوام في الإجماع لأن الأدلة التي تدل على اسمة الأمة عن الخطأ إنما أثبتته لجميع الأمة والعوام جزء من الأمة فلابد من وفاقهم وموافقتهم على ما يتفق عليه ويجمع عليه لكي يسمى إجماعا شرعيا إذن هؤلاء وجهة نظرهم هي هذه أن العوام لا بد من اعتبارهم لأنهم جزء من الأمة وقيل في الجلي أي وقيل بإلغائهم في الخفي دون الجلي وقيل لا وقيل في الجلي مثل الزنا والحج للخفي فحينئذ لا نرغيهم في الجليات بل نعتبرهم في الجليات في الأمور الواضحة الظاهرة مثل الزنا وتحريمه والحج ووجوبه فإننا نقول باعتبارهم فإذا أجمعنا على شيء ظاهر بين عليه أدلة واضحة جلية فلابد من اعتبار موافقة العوام على ذلك أما إذا خالفنا في هذه الأمور الواضحة البينا فلا يسمى اتفاق من اتفق عليه إجماعا وإن كان المتفقون من المجتهدين خاصه إذن هذا هو القول الثالث في المسألة وهو قوله هنا رحمه الله وقيل في الجلي مثل الزنا والحج لا الخفي ذكر شيئا حرمته جلية واضحة وهو الزنا وذكر شيئا آخر وجوبه جلي واضح وهو الحج مثل الزنا والحج لا الخفي أي في المسائل الخفية لا نحتاج إلى موافقة العوام لأنهم يعجزون عن إدراكها تمام الإدراك فإذا جئنا إلى تفاصيل مسائل الطهارة ومسائل الوضوء هل الدلك شرط من شروط الوضوء أو فرض من فروض الوضوء أو ليس فرضا ففي مثل هذه المسائل الدقيقة لا نحتاج إلى لفاق العوام أما هل الصلاة واجبة فلابد من اتفاقهم وموافقتهم للمجتهدين لكي نسمي ذلك إجماعا وكذلك في تفاصيل البيوع وتفاصيل مسائل الربا في مثل هذه المسائل التي يتسع فيها الكلام أو يعمق فيها النظر ويدقق فيها النظر لا نحتاج إلى إشراك العوام فيها بل يكفي أن يجتمع المجتهدون ويناقشوا هذه المسائل وهذه النوازل التي في عصورنا هذه فإذا اتفقوا على حكم يكفي هذا الاتفاق لكي يقال إنهم أجمعوا على هذا الشيء وإن كان العوام لا دراية لهم ولا مشاركة لهم في هذه المسائل ومدارستها إذن هذا معنى قوله هنا رحمه الله وقيل في الجلي مثل الزنا والحج لا الخفي ثم قال رحمه الله في القول الرابع في المسألة وقيل لا في كل ما التكليف بعلمه قد عمم اللطيف الإمام الباجي رحمه الله جاء بقول رابع فقال لا إلغاء لا يلغى العامي في كل ما التكليف بعلمه قد عمم اللطيف اللطيف هنا اسم من أسماء الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إذن إذا كان هناك شيء كلفنا الله بعلمه فلا بد من أن نشرك في الاتفاق عليه العوامة ولا يكفي اتفاق المجتهدين خاصة فهذا معنى قولي هنا رحمه الله وقيل لا أي وقيل لا إلغاء فالإلغاء لمن عمن تقي وقيل لا لا للإلغاء لا إلغاء للعامي في كل ما التكليف به قد عمم اللطيف أي في كل ما كلفنا الله تعالى بعلمه من المثائل التي نحتاج إليها جميعا كما في مسائل الطهارة هل الطهارة واجبة؟ نعم هل الصلاة واجبة؟ نعم هل الحج واجب؟ في هذه المثائل العامة التي نشترك فيها جميعا وفي التكليف بها لا بد وأن يشاركنا العوام في الاتفاق عليها لكي يكون إجماعا لكن بقية المثائل التي لا نحتاج إليها جميعنا أو التكليف بها ليس عاما لجميع الأمة بل هناك من الأمة من ينشغل بها دون الآخرين والشارع أيضا لم نكلفنا جميعا بعلمها فهي ليست مفروضة على أعياننا فهذه المثائل نحتاج فقط إلى اتفاق المجتهدين فيها وإن لم يكن للعوام مشاركة أو كلمة في مناقشتها إذن هذه هي قلاصة الأقوال الأربعة ولا شك أن القول الصحيح في هذا هو القول الأول وهو أن المجتهدين خاصة هم المعتبرون في الإجماع فإذا اجتمع المجتهدون على مسألة ما وناقشوها حتى توصلوا إلى حكم ولم يجد منهم مخالف في ذلك الحكم فإن ذلك يسمى إجماعا شرعيا سواء مخالفهم غيرهم من العوام أو لم يدلي أحد من العوام بدلوه في تلك المسائل فلا عبرة بهم ثم أيضا إذا قلنا المجتهدون فإن الذي يصلح لأن يبحث في هذه المسائل الشرعية وهم المجتهدون أما الذي لا علم له بهذه المسائل ولا دراية له بهذه المسائل ولا أهبة له للحديث فيها فكيف ننتظر موافقته ومخالفته إن كلامه هنا يكون قليل الوزن جدا حيث إنه إذا وافقنا يوافقنا على أي شيء وبأي دليل وإذا خالفنا يخالفنا على أي أساس فإن كلمته ليس لها وزن في مثل هذه المسائل فلذلك نقول العبرة بأهل الاجتهاد الذين لديهم تمكن من النظر في الأدلة الشرعية واستنباط الأحكام الشرعية من هذه الأدلة إذن أهل النظر هؤلاء هم المعضل عليهم في مسائل الإجماع وينبغي لطالب العلم أن يخرص على معرفة هذه المسائل كما سوف يبين ذلك إن شاء الله في مسائل الاجتهاد لأن المسائل المجمعة عليها إذا غفل عنها طالب العلم ربما يأتي ويخالف إجماعا من هنا قالوا إن من شروط بلوغ رتبة الاجتهاد أن يعرف المجتهد المسائل المجمعة عليها حتى لا يخالف خلاف الأئمة فإذا جاءته مسألة وعرف أنها مجمع عليها انتقل إلى غيرها ولم يدقف النظر في شيء من هذه المسألة ويحاول أن يعقب عليها أو أن يخالف فيها أو أن يبحث لها عن خلل أو خطأ بل يعرف المسائل المجمعة عليها فإن الإجماع متى حصل فقد تحققت العثمة لذلك القول واعتبر إجماعا شرعيا لا يجوز خلافه قال رحمه الله وذا للاحتجاج أو أن يطلق عليه الإجماع وكل ينتقى أي هذا الخلاف المتقدم في المعتبرين في الإجماع هل الخلاف لكي يحتج بالإجماع أو الخلاف هو في أن يسمى هذا المتفق عليه مجمعا عليه معنى ذلك أن الخلاف هنا إما أن يكون معنويا وإما أن يكون لفظيا فإن قلنا إن الخلاف من أجل الاحتجاج فلا يكون الإجماع حجة إلا إذا اعتبرنا العوامة مع المجتهدين فيكون الخلاف مؤثرا لأن الأولين يقولون لا يعتد بالعوام والباقون يقولون نعم نحتج بالعوام وبعضهم يفصل في ذلك فعلى هذا القول الذي لا يعتد بالعوام يقول أن أحتج بالإجماع الذي لم يشارك فيه العوام والذين يقولون لا بد من مشاركة العوام أو مشاركتهم في مثل المثائل الفلانية فإنهم لا يعتبرون إجماع المجتهدين خاصة حجة حتى يشاركهم العوام فيه أو في المثائل التي عينوها لذلك إذن الإحتجاج إما أن يكون الخلاف من أجل الإحتجاج بالإجماع فهل يكون حجة مع مخالفة العوام أو لا يكون حجة مع مخالفتهم على القول الأول والمختار فإن الإجماع يكون حجة حتى مع مخالفة العوام للمجتهدين وعلى القول الثاني وما بعده لا يكون الإجماع حجة حتى يوافقهم العوام أو يوافقوهم في المثائل التي ذكروا اشتراط موافقة العوام للمجتهدين فيها إذن وذا للإحتجاج أي هذا الخلاف المتقدم من أجل الإحتجاج بالإجماع أو أن يطلق أو هل الخلاف من أجل أن يسمى هذا الاتفاق إجماعا فحينئذ قالوا يكون الخلاف لفظيا لأنهم إذا اتفقوا على أن إجماع المجتهدين كات في الاحتجاج وكات في قيام الحجية ثم بعد ذلك اختلفوا هل يسمى إجماعا أو لا يسمى إجماعا فحينئذ يكون الخلاف في التسمية فقط إذا كان الجميع أي جميع أصحاب الأقوال الأربعة متفقين على أن الإجماع إذا صدر من المجتهدين خاصة فإنه حجة إلا أنه مختلف هل يسمى إجماعا أو لا يسمى إجماعا فقال الأولون يسمى إجماعا لأن العبرة بالمجتهدين أساسا وقال الآخرون لا يسمى إجماعا لأن هناك من الأمة من لم يبد رأيه أو من لم يعتبر خلافه فحينئذ يكون الخلاف لفظيا لأن العبرة فقط هنا بالتسمية فهؤلاء يسموه إجماعا وهؤلاء لم يسموه إجماعا واتفقوا جميعا على أنه حجة نظرا إلى أن المجتهدين قد اتفقوا على هذا الحقم الشرعي إذن على القول الأول أي وذال الاحتجاج على هذا القول وعلى هذا القسم إذا قلنا إن الإجماع اختلف في اعتبار العوام فيه وهذا الاختلاف إنما هو من أجل معرفة هل الإجماع حجة أو ليس بحجة فحينئذ نقول هو حجة على الذين يقولون لا عبرة بالعوام يكون حجة عندهم أما الذين يقولون لا بد من اعتبار العوام فلا يكون حجة حتى يوافقهم العوام القسم الثاني أننا نقول الاختلاف هذا في اعتبار العوام هل هو من أجل تسمية هذا الاتفاق إجماعا أو أنه ليس بإجماع إذا كان هذا هو الخلاف فحينئذ لا معنى للخلاف وهو خلاف نفضي لأنه لا يؤثر لأنهم جميعا يكونون متفقين على الاحتجاج بالإجماع وإن اختلفوا في تسمية هذا الاتفاق إجماعا فمتى اتفق المجتهدون على شيء احتجوا به وثماه الأولون إجماعا ولم يسمه الآخرون إجماعا لعدم دخول العوام فيه إذن هذا هو حاصل ما ذكره رحمه الله في هذا البيت ثم قال رحمه الله وكل من ببدعة يكفر من أهل اللهواء فلا يعتبر وكل من ببدعة يكفر من أهل اللهواء فلا يعتبر إذن إذا علمنا أن العوامة اختلف في اعتبارهم وأن الصحيحة عدم اعتبارهم في متائل الإجماع نأتي إلى مسألة أخرى وهي المبتدع هل يعتبر بقوله فالمبتدع قسمان هو على قسمين إما أن يكون مبتدعا بدعة مكثرة وتخرجه من الملة وإما أن يكون مبتدعا ببدعة مفتقة لا تخرجه من الملة فذكر الناظم رحمه الله ما يتعلق بالمتلبس بالبدعة المكثرة فقال رحمه الله وكل من ببدعة يكفر من أهل اللهواء فلا يعتبر أي حتى لو كان مجتهدا حتى لو كان عالما لكنه متلبس ببدعة يكفر بها فإنه لا يعتد به في الإجماع ذلك أن الإجماع أو أن الاجتهاد من الأمور التي نتعبد الله بها لأننا نجتهد في إثبات أحكام شرعية وهذا الكافر ليس من أهل التعبد فحينئذ لا يعول على قوله إذن الكافر ببدعته لا يعتد به في الاجتهاد والإجماع قالوا هذا بلا خلاف كما حكى بل الإمام الآمد رحمه الله إذن كل من ببدعته يكفر فلا عبرة به في الإجماع بلا خلاف لكن الذي يفتق ببدعته هل يعتد بقوله أو لا يعتد بقوله إذا خالف الجماهير وخالف المجتهدين فهل يعتد بخلافه أو لا يعتد به ذهب القاضي أبو يعلى رحمه الله إلى أنه لا يعتد بهذا الفاسق ببدعته ونسب ذلك إلى الأكثر أي أن الفاسق ببدعته المفتق ببدعته لا يعتبر قوله في الإجماع في القسم الأول الكافر ببدعته هذا كما في الرافضة والشيعة فهؤلاء مكفرون ببدعهم التي أحدثوها وبأقوالهم التي قالوها ونسبوها إلى الدين وبما في ذلك من الغلوب في الأولياء وتنزيل الأئمة تنزيلهم منزلة الله تعالى وإشراكهم بالله تعالى في هذه الألوهية وإلى غير ذلك مما يقولنه في حق أئمتهم الذين يعددونهم ويحصرونهم فهؤلاء لا عبرة بهم أصلا في متائد الدين ولا يعول على خلافهم أو وفاقهم في متائد الشرع أما الذي يفتق ببدعته فيكون مسلما نعم لكنه متلبس ببدعة يفتق بها هو متلبس بشيء محدث لم يأتي الشرع به فهل نقبل قوله أو لا نقبل قوله في متائد الإجماع فإذا خالف هل نعتد بخلافهم اختلفوا في هذه المسألة كما أشرنا قبل قليل يذهب القاضي أبو يعلى رحمه الله وينسب إلى الأكثر بأنه لا يقبل ويستدل هؤلاء بنحي قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قالوا الوسط أي العجل فغير العجل لا يعتد به وليست له شهادة على الآخرين وكذلك قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والمبتدع على العكس هو يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف فحينئذ لا اعتداد به لكن أجيب على السلال بهذه الآيات بأنه يلزم من ذلك أن الأمة هم جميعا وسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا إذن جميع الأمة وسطا هذا يلزم من هذا السلال فنقول لهم لا والأمر ليس كذلك ليس جميع الأمة عدولا إذن المقصود هنا جملة الأمة وليس آحد الأمة وأفرادهم وكذلك في قولهم هنا على قول الله تعالى كنتم خير أمة أخجر للناس نقول نعم حتى الذي يأمر بالمنكر ولا يكون فاسفا ولا يكون مبتدعا إذا أمر بمنكر فإنه لا يطاع في ذلك المنكر لأنه لا طاعة لمخلوق في معسية الخالق فنحن لا نعتد بأمره للمنكر أو نهي عن المعروف فلا نعوذ على ذلك فحينئذ ليس هناك استدلال أو ليس هناك دلالة واضح من هذه النصوص على إفقاط المبتدع المفتق ببضعته في الإجماع أما القول الثاني فيقول إنهم معتبرون في الإجماع كما هو اختيار الإمام الغزاد رحمه الله والآمد من الشافعية والإمام بن الحاجب من المالكية والشيخ محب الله ابن عبد الشكور من الخنفية صاحب مسلم الثبوت فهؤلاء رحمهم الله وغيرهم يقولون بأنه معتبر أي المفتق ببضعته يعتبر في الإجماع لأنه من الأمة ولكن بتحرير هذا القول يمكننا أن نقول إذا وجد الخلاف في مسألة تتعلق ببضعته فإنه لا يعتبر قوله في هذه المسألة لأنه يكون فيها متهمة قد يغلبه هواه فيقول بما يرجح كفته أو بما يدعم به هواه وإن لم يكن مبنيا على أساك صحيح إذن نقول الفاسق ببدعته يقبل قوله فيما لا يتعلق ببدعته وذلك لأنه من أهل الاجتهاد وما يدرينا أنه في هذه المسألة التي نبحث فيها ما يدرينا أن قوله هو صواب فيها فحينئذ لا تبيل إلى إلغاء قوله نظرا إلى فتقه في أمور أخرى إذا كانت المسألة ستعلق بفتقه بشيء الذي فسق به فنعم لا نعتبر قوله هنا لو أنه جاء في مسألة من المحدثات كما في بعض الاحتفالات فأراد أن يقررها فإننا لا نعتد بقوله هناك ونعتد باتفاق أهل الصنة ونعتبر اتفاق الذين لم يتلبسوا ببدعة في تلك المسألة أما إذا كان هذا المتدع نذيها في تلك المسألة لا تتعلق ببدعته فلا تبيل إلى إبعاده أو الإعراض عن مخالفته إذا خالف لأن الصواب قد يكون في كلامه وحينئذ لا يصدق أن الأمة أجمعت مع وجود خلافه قال رحمه الله وكل من ببدعة يكفر من أهل الهواء فلا يعتبر فعلمنا أن المبتدع على قسمين المبتدع ببدعة مكفر بها ومبتدع ببدعة مفسق بها ثم إن البدعة كما عرفها الإمام الشاتبي رحمه الله في الأتصام هي عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى فهذه هي شؤون البدع هذا هو شأن البدع فإنهم دائما ينظرون إلى شيء مشروع في الأصل ثم يبالغون فيه ويزيدون فيه أمورا ليست واردة في النصوف الشرعية الصحيحة ثم قال رحمه الله والكل واجب وقيل لا يبع لاثنان دون من عليهما كثر في بداية الدرس قال رحمه الله وهو الاتفاق من مجتهد الأمة مجتهد الأمة أي جميع مجتهد الأمة أن هذا مضاف وإذا عرف إلى معرفة فيكون من ألفاظ العلموم كما تقدم المضاف إلى المعرفة يكون عاما ولكن هل نعتبر هذا العموم على هذا الظاهر فيكون جميع المجتهدين مشترطا اتفاقهم على هذا الكلام وموافقتهم في هذه المسألة أو إذا خالف واحد أو اثنان فإننا لا نعتبر خلافهم ونعتد باتفاق الآخرين ونسمي ذلك إجماعا قال رحمه الله والكل واجب أي اتفاق الكل اتفاق جميع المجتهدين بحيث لا يشذ عنهم أحد هذا واجب عند الجمهور الجمهور يقول لا بد من اتفاق جميع المجتهدين والكل واجب وقيل في قول ثاني لابن قويذ من دار بن المالكية وكذلك الامام ابن الجرير رحمه الله ورحم ابن قويذ فهؤلاء يقولون كما هو رواة أيضا عن الامام أحمد رحمه الله يقولون بأن مخالفة الواحد والاثنين لا تضر والكل واجب عند الجمهور موافقة الجميع واجبة لكن عند هؤلاء لا تضر مخالفة الواحد والاثنين وقيل لا يضر الاثنان أي الاثنان أب الواحد إذا خالف فإن ذلك لا يؤثر في الإجماع ولا ينقدح به الإجماع فيصدق أن نقول أجمعت الأمة أجمع المجتهدون وإن كان هناك خلاف من شخص أو شخصين هذا هو معنى قولي هنا رحمه الله وقيل لا يضر الاثنان دون من عليه ما كثوا أي إذا كان المخالفون ثلاثة فأكثر فإنه يكون خلافا مؤثرا فحينئذ لا نسمي ذلك الاتفاق إجماعا ولو كانوا ألفا ثم خالف منهم ثلاثا فإننا لا نسمي هذا إجماعا أما إذا كانوا ألفا فخالف منهم واحد أو اثنان فإننا نسمي ذلك إجماعا هذه وجهة نظرهم لأن النصوص جاءت بالنهي عن الفرقة كما جاء في الحديث عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقة والافتراق فقالوا هذا يدل على عدم الاعتداد بالمخالف وبالذي يفارح الجماعة في هذه المسائل لكن لا شك أن الصحيح أن العبرة بإجماع جميع المجتهدين أما إذا خالفهم واحد أو اثنان فإننا لا نكون جاذمين ومتيقنين بأن الصواب معنا بل قد يكون الصواب معهم لأنهم مؤهلون في اجتهادهم وفي نظرهم فحينئذ لا يكون هناك إجماع قال رحمه الله واعتبرا مع الصحاب من تبع إن كان موجودا وإلا فانتمع واعتبرا مع الصحاب من تبع من تبع هنا أي التابعي أي اعتبر التابعية مع الصحابي فإذا اتفق الصحابة على حكم مسألة ما وكان هناك تابعي بالغ رتبة الاجتهاد فإنه إذا خالف الصحابة فإن خلافه مؤثر فإن هذا التابعي يعتبر مع الصحابة في هذه المسألة هذا معنى قوله هنا رحمه الله واعتبرا مع الصحاب من تبع إن كان موجودا أي إذا كان هذا التابعي موجودا في زمن هؤلاء الصحابة وهو أي التابعي بالغ رتبة الاجتهاد فاعتبره مع الصحابة في هذه المسألة فإذا خالفهم الصحابية هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام هذا هو الصحابة والتابعي هو الذي لقي ذلك الصحابية إذن واعتبرا مع الصحابة من تبع إن كان موجودا وإلا فامتن وخالف بعضهم كالقاضي أبي يعلى ونسب أيضا لبعض المتكلمين يقولون لا نحن لا نعتبر التابعية مع الصحابة لأنه صغير جدا في مقابل الصحابة ثم قالوا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وقال فعليكم بسنة وسنة القلفاء الراشدين المهديين عبدوا عليها بالنواجد إذن التابعي ليس له إلا اتباع الصحابة هكذا رأوا ولكنهم يجابون بأن المقصود من هذه النصوص الحث على اتباع سنة القلفاء الراشدين المبنية على الكتاب والسنة وعلى الاقتداء بأبي بكر وعمر رجل الله عنهما في ثيرتهم التي بنوها على ثيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المقصود هنا وليس المقصود أنه لا عبرة بغيرهم معهم وأنه لا يعتد بأحد معهم إذن لا دلالة في هذه الأحاديث على إلغاء التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة ليتحقق الإجماع لا تيما وأننا إذا نظرنا إلى الصحابة فسنجدهم أنهم سنجد أنهم كانوا يعولون على التابعين في بعض الأحيان كما أثر أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن فريبة أي عن مسألة فرضية فقال اسألوا أو إيتي سعيد بن جبير إيتي سعيد بن جبير فإنه يفرض منها يفرض منها ما لا أفرض أو فإنه أعلم بالحساب مني نقول إيتي سعيد بن جبير فإنه أعلم بالحساب مني وإنه يفرض منها ما أفرض أو أكثر أو أحسن مما أفرض إذن فهنا هذا الصحابي وهو عبد الله المعمر رضي الله عنهما أحال إلى تعيد بن جبير رحمه الله فلولا أن هؤلاء التابعين معتبرون في الاجتهاد والعلم لما أحال الصحابي إليهم في مثل هذه المسائل وكذلك سئل أنسون رضي الله عنه عن مسألة فقال سلوا مولانا الحسن فقالوا له يا أبا حمزة نسألك فتقول لنا نسألك فتحيلنا إلى الحسن رحمه الله فقال إنا سمعنا وسمع فنسينا وحفظ إذن هؤلاء كانوا واثقين بهؤلاء التابعين فكانوا يحيلون إليهم فدل ذلك على إشراكهم في نقاش المتائل الدينية حينما يكونون موجودين ويكونون بالغين رتبة للجهاد في تلك المسائل قال رحمه الله واعتبرا مع الصحابي من تبع إن كان موجودا وإلا فامتنع أي إذا لم يكن هذا التابعي موجودا أو كان موجودا ولكنه ليس بالغا رتبة للجهاد ليس عالما بما فيه كفاية للنظر في هذه المسألة المتناقشة فإنه يمتنع اعتباره في هذه الحالة وإلا فامتنع ثم انقراض العصر والتواتر لغو على ما ينتحيه الأكثر أي انقراض العصر أي فناء وانتهاء عصر المجمعين اعتبار ذلك لتحقق الإجماع ليس شرطا لا نقول إننا في عام 1439 للهجرة إذا اتفقنا الآن على مسألة ما فلابد من أن ينتهي عصرنا جميعا حتى لا يوجد منا أحد لكي نقول إن عقد الإجماع على حكم هذه المسألة الفلانية لأن جميع المجمعين قد ماتوا وانتهى عصرهم لا نقول ذلك هذا معنى قولهنا رحمه الله ثم انقراض أي اندفار وانتهاء عصر المجمعين هذا لغو أي لا يشترط اشتراطه لغو هذا لا يعتب به ولا ينظر إلى الاشتراط لذلك ثم انقراض العصر والتواتر أي وكذلك لا يشترط في المجمعين أن يبلغ عدد التواتر فلو أن ثلاثة أشخاص كانوا هم المجتهدين كلهم في ذلك الزمان فاتفقوا على حكم مسألة ما ولم يوجد غيرهم من المجتهدين فإن ذلك يسمى إجماعا ولا يشترط أن يكون المجمعون بالغين عدد التواتر إذن ثم انقراض العصر والتواتر اشتراطهما لغو على ما ينتحيه أي على ما يذهب إليه ويختاره الأكثر أي الجماهير ثم انقراض العصر والتواتر لغو على ما ينتحيه الأكثر وهناك خلاف لبعض العلماء في هاتين المسألتين فبعضهم يعتبر انقراض العصر لكن هذا ليس صحيحا ولا مستقيما كما توفن بيّنه في البيت التالي في أدلة الاستجاج قال رحمه الله وهو حجة ولكن يحضل فيما به كالعلم دور يحصل وهو حجة أي الإجماع حجة الإجماع حجة شرعية دليل من الأدلة الشرعية التي نستدل بها ونحتج بها ومما يدل على ذلك الكتاب والسنة والوقوع فمن الكتاب قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا قال تعالى ويتبع غير سبيل المسلمين ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين إذن توعد الله تعالى على اتباع غير سبيل المؤمنين أي على مخالفة سبيل المؤمنين فإذا ذهب المؤمنون وذهب المسلمون إلى قول ما واتبعوا حكما معينا فجاء شخص آخر وخالفهم في ذلك الذي ذهبوا إليه فإنه متوعد ومهدد وذلك التهديد والتوعد لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محظور فهذا توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين أي على مخالفة المؤمنين فدل ذلك على أن المؤمنين وعلى أن المسلمين وعلى أن المجتهدين من المؤمنين إذا اتفقوا على شيء فإنه لا يجوز لأحد آخر أن يأتي ويخرم هذا الاتفاق أو أن ينخو منحا آخر غير منحاهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من السنة لا يزال طائفة من أمة ظاهرين حتى يأتي عمو الله وهم ظاهرون في هذا الحديث قالوا إنه أصرح أو أصح شيء استدل به من السنة على حجية الإجماع ما هو وجل الثلال من هذا الحديث لا يزال طائفة من أمة ظاهرين أو لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي عمو الله تبارك وتعالى وهم ظاهرون على اختلاف الروايات هذا الحديث يدل على أنه لا يمكن أن يجتمع الناس جميعا على الخطأ كيف ذلك؟ لأنه إذا كانت هناك طائفة ظاهرة على الحق فإنه لا يتصور أن يتفق الجميع على الباطل وتوافقهم أيضا هذه الطائفة على ذلك الباطل بل لا بد أن يكون من الأمة من ينطق بالحق من يظهر بالحق لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق إذن بوجود هذه الطائفة لا يمكن الاجتماع على الضلالة لا يمكن الاجتماع على الخطأ فإذا اتفق الناس جميعا على حكم ما ولم يوجد منهم مخالف فذلك دليل على أن هذا الحكم صحيح وصواب وإلا إذا كان خطأا أو ضلالا فلا بد وأن يكون هناك من يبين هذا الخطأ والضلال لوجود هذه الطائفة لن يقول لا يزال طائفة من أمة الظاهرين لا نقول إن هذه الطائفة دائما تكون في أشخاص بأعيانهم قد يكون هذا هو الذي يبين الصواب في هذه المرة وقد يكون شخص آخر أو طائفة أخرى أو جماعة أخرى هم الذين يبين الصواب في مرة أخرى ولكن لا يتحقق اتفاق على باطل بما أن هناك دائما من ينهر الحق فلا يمكن أن يجتمع الجميع على باطل فمدى تحقق اجتماع على كلمة واحدة فذلك يدل على أن هذه الكلمة كلمة سواء وكلمة صواب هذا هو وجل التدلال من هذا الحديث إذن هذا الدليل أيضا يدل على حجية الإجماع فالأمة معصومة من الاجتماع على الضلالة جاء في بعض الأحاديث لا تجتمع أمة على الضلالة وما أشبه لكن يقولون هي أحاديث ضعيفة إلا أن معنى هذا الحديث الصحيح الذي ذكرناه هنا يؤكد معاني تلك الأحاديث الضعيفة فلا يمكن أن تجتمع الأمة على الضلال ولا يمكن أن تجتمع الأمة على الخطأ لأنه لا بد أن يكون هناك دائما طائفة ظاهرة على الحق لا بد أن يكون هناك من يبين الحق ومن يصوب الخطأ ويقوم لعجاجة إذا حصل في المثائل أما الوقوع فما أكثر المثائل التي فما أكثر المثائل التي اتفق عليها العلماء وأجمعوا عليها من ذلك ما هو واضح جليه كما في وجود صلوات المفوضة ومن ذلك المثائل المتعلقة بالعبادات كذلك المعاملات والمثائل التي يطلع عليها أهل الاختصاص في البحث في مسائل الفقه وإذا قرأنا كتب الإجماع فإننا نقف على كثير من المثائلات والمثائل التي أجمعوا على أحكامها كما أجمعوا على حرمة ربا الفضل بعد زمن ابن عباس رضي الله عنهما وأجمعوا أيضا على حرمة ربا النسيئة وما أشبه ذلك من تحريم نكاح المتعة بعد مضي ابن عباس أيضا رضي الله عنهما إذن هذه المثائل أجمعوا عليها فالإجماع واقع وحاصل ولا أدل على الجواز من الوقوع فالوقوع دليل على الجواز وزيادة قال رحمه الله وهو حجة إذن الإجماع حجة شرعية خلافا للنظام أبو إبراهيم أو أبو إتحاق إبراهيم النظام هذا من رؤوس المعتذلة ذعم أن الإجماع ليس بحجة وخلافا للشيعة أيضا يقولون أن الإجماع ليس بحجة ولا يعتد بأقوالهم أصلا في مثل هذا إذن الإجماع حجة كما دلت عليه الأدلة الواضحة من الكتاب والصنة والواقع ولكن يحضل فيما به كالعلم دور يحصل المؤلف رحمه الله هنا جنب صواب غفر الله له يقول الإجماع حجة ولكن يحضل أي يمنع الاستجاج بالإجماع فيما يحصل به الدور الدور هو توقف شيء على نفسه أو على بعده فحينما يكون هناك شيء وتبحث فيه ترجع إلى شيء نفسه فيكون هناك دور أي أنت تعود إلى الشيء ذاته حينما تعنق النظر قالوا كالعلم العلم من صفات الله تعالى والقدرة والإرادة والحياة والوجود فهذه الصفات من صفات الله تعالى قالوا إنه لا يتحقق الإجماع عليها ثم قالوا إنها تثبت بالعقل قالوا ما هو وجه الدور هنا أن علم الله تعالى مثلا إذا قلنا نحن مجمعون على أن الله متصف بالعلم كيف علمنا أن الإجماع حجة من النصوص الشرعية إذن النصوص الشرعية هي التي عرفتنا بأن الإجماع حجة وها نحن نحتاج بالإجماع على مصدر النصوص الشرعية إذن فكأننا نستدل بالإجماع على وجود الله تعالى أو ثبوت صفة العلم له مع أن ثبوت الإجماع صادر من الشارع نفسه من الشارع نفسه فلو لم يكن هناك دليل من الشارع على حجة الإجماع لما قلنا بحجة الإجماع فالآن نحن نقول الإجماع قائم على أن الله عليم على أنه متشف بالعلم وبالحياة طيب الله هو الذي أخبرنا بأن الإجماع حجة والآن نحن نقول نحن نجمع على أنه موجود أو حي فكأن هناك دورا نحن نأتي إلى الإجماع نثبت به شيئا هو مصدر الإجماع نفسه قالوا يكون هناك شيء من الدوران والإنسان حينما يقرأ ما يقولونه في هذا هذا متوقف على الإرادة وقدرة وكذا وكذا هو بنفسه يسوي بدوار في أفعال لكن نحن نقول الإجماع نحن أولا نؤمن بأن الله تعالى موجود والآيات على ذلك كثيرة البراهن على ذلك واضحة جلية ثم عرفنا بأن الإجماع حجة وأكد لنا نبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثم أجمعت الأمة على ثبوت هذا وذاك سواء كان في الأمور العقدية أو كان في الأمور الفقهية والأحكام الشرعية فإنه متى حصل اتفاق على حكم ما فإن هذا هو المقصود بالإجماع متى اتفقت الأمة على حكم ما سواء كان هذا الحكم عقديا أو فقهيا فإننا نسمي هذا إجماعا أما أن نقول إن الإجماع يتحقق في بعض المسائل الفقهية ولا يتحقق في بعض المسائل العقدية فإن هذا لا يسح ولا يستقيم لذلك نقول قولوا هنا رحمه الله ولكن يحضل فيما به كالعلم دور يحصل نقول إننا لا نعرف هنا دورا إننا نعرف أن الله أثبت لنا دليلا شرعيا فنحن نستدل بهذا الدليل شرعي ففي كل شيء حصل الاتفاق عليه بين المشتهدين نقول إنهم أجمعوا على كذا ولا نقول إن فيه دورا ولا امتناعا أو شيئا من هذا القدير ثم قال رحمه الله ولكن يحضل ما إلى الكوفة منه ينتمي وما إلى الكوفة منه ينتمي أي هذا أيضا مما يمنع فيمنع الاختجاج بإجماع أهل الكوفة قالوا وكذلك إجماع أهل الكوفة والبصرة كما نعرف في فترة من الفترات كانت الكوفة مرتعا للعلم وكذلك الكوفة والبصرة لا فيما إذا جئنا نتعلق باللغة مثب البصريين مثب الكوفيين فالكوفة والبصرة كانت مدينتين علميتين وقد وجد فيهما من العلماء الكثير فإذا أجمع هؤلاء على شيء يتفقوا على حكم ما فهل نقول إن هذا إجماع أو لا نقول ذلك قال رحمه الله يحضل أي يمنع كون اتفاق أهل الكوفة إجماعا فهذا لا يسمى إجماعا شرعيا وذلك سببه واضح وهو أنهم بعض الأمة وليسوا جميع الأمة فإذا كان هناك مجتهدون من مدن أخرى أو بلدان أخرى فخالفوا هؤلاء أي خالفوا أهل الكوفة أو أهل البصرة فإن اتفاق أهل الكوفة والبصرة لا يسمى إجماعا وإن كان بعضهم قد يرجح به على كلام غيرهم لكنه لا يسمى إجماعا شرعيا فالإجماع الشرعي والذي أثبتت النصوص والأدلة عصمة أصحابه هو الذي يكون من جميع الأمة قال رحمه الله وما إلى الكوفة منه ينتمي والخلفاء الراشدين فاعلم أي فاعلم أيضا أن ما ينتمي وينتسب إلى الخلفاء الراشدين لا يسمى إجماعا فالخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وثمان وعلي رجل الله عنهم إذا اتفقوا على مسألة ما فإن اتفاقهم على هذه المسألة لا يسمى إجماعا لأنهم بعض الأمة وليسوا كل الأمة والأذلة إنما أثبتت العثمة لجميع الأمة لا بعضهم وإن كان كلامهم وقولهم يقدم في الاحتجاج على كلام غيرهم إلا أن كلامهم لا يسمى إجماعا شرعيا لما علمناه من أنهم بعض الأمة وليسوا جميع الأمة والله تعالى ترجمة نانسي قنقر